لماذا تقلب على شريك الحياة؟ ستقلب على واحدة مرة ستبقى معك أبد الـ ABD لأن الأصل في الزواج والدوان ستقلب على واحدة مرة ستورث منك و ستورث منها ستقلب على واحدة مرة ستورث معه لأولاد الأرض التي ستزرع فيها لا يمكن أن تزرع فيها وتبقى تسخي وتخسرت المال إذا كنا بعد النساء بحال الصحرة ما عندها دين ما عندها أخلاق ما عندها عارض ما عندها شراف ما عندها استقامة ما عندها إذاية فين غادي؟ على ما شك تقلب؟ أرجع بحالك و كتلقى الإنسان كيتتحدمه كيتتحدب بها والدية الشراء مخدميش لك هاد الناس سير في حالك لا أنا هذيك هذي كلها نموت نموت النوم إنك أود وتتحدى ولي وفي الأخر كيندم في الأخر كيندم تاك تضربي لوقت ذلك أول حق من حقوق الأولاد أن تختار لهم الأم الصالحة لأن الأم يلي غا تربي يلي غا تردها يلي غا تبقى مع الولد الرجلها غاش يخدم للأصل اللي غير ضع منه التوحيد وغير ضع منه السنة والأخلاق واللي غادي يقتدبه في الضرية الأم والخوان والجد وتنكح المرأة لدينها تقول لي في زمن الإمام النوي رحمه الله في القرن السابع كان الناس لا يبالون بأمور الدين فكيف لو رأى الإمام النوي رحمه الله ما يقع في زمننا الناس ما تيصلي وما تيغتسلو وما تيتطو الضار يقول ليك ما مرتاحش في الضار انا ما مرتاح في أقرد كاملة شاق في الضار يقول ليك ما عفض مني رأسي كي يضرني ما تتصلي ما تتصوم ما تتكر الله ما تتغتسل ما تتسبح ما عندك رتيبات بالدين ما عندك رتيبات بالوحي عيش في الموت ترك مية انا ما هو القوام ديال اللي حياته هو هذا الروح لي لنا هلا كانت هذا الروح مثلا اعطيه هاش تأكل اعطيه هاش كلام الله اعطيه هاش الوحي انا هو اخي كل الجسد معافا الفتن لا تعرضوا على الاجساد الفتن تعرضوا على القلوب ماذا يبعد فيه جوج مترو والعرض والفيسيبس والتريسيبس ما يقدرش يفق الصبح يصلي كانت لقي واحد مريد مريد مهلوك وكين عنده قوة تروح كي يفق وكين يزعف ويصلي ما الذي وفق هذا لهذا الخير بعد الله عز وجل وقوة الايمان ذلك اول حق من حقوق الاولاد ديالك تختار لهم الام الصالحة كذلك الفتاة المرأة الفتاة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لوليها لانه لي مكلف الزواج اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد عريض ترجمة نانسي قنقر